الوالد رحمه الله كان ينقل أنه كانت امرأة كان يذكرها هذه كانت تقول أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء إحنا المفروض أن نواسي سيد الشهداء بمقدار الإمكان الذين يمشون حفات في اليوم العاشر وليلة الحادي عشر يستذكرون قيالات الحسين أطفال الحسين الذين كانوا يمشون في تلك الصحاري وهم حفات تجسيم مواساة إحنا إذا كان بإمكاننا هذه المرأة كانت تقول أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء بأن لا أشرب الماء إذا كنت أتمكن ما كنت أشرب الماء إلى آخر حياتي ولكن أتمكن ألا أشرب الماء البارد الماء الحار لا يروي القرد كيف أروي قلبي من الماء البارد وقد قتل الحسين عطشا صلوات الله يقول لم تشرب الماء البارد إلى آخر حياتها كان واحد من الحاضرين من العلماء عندما الوالد نقل هذه القضية قال تعبير جدا لطيف قال هذا وفاء الألف عام عندنا وفاء يوم وفاء عشرة أيام وفاء عام إحنا أمواتنا عندما يموتون بعد عام ننساه بس هذا وفاء الألف عام هذا وفاء ألوف الأعوام يستمر هذا الوفاء عند المؤمنين الأوفياء ترجمة نانسي قنقر